عبر الأردن عن إدانته لما يسمى قانون القومية الذي أقره كنيسة الاحتلال يوم أمس باعتباره يمنح اليهود فقط حق تقرير المصير في فلسطين التاريخية وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطقة الرسمية باسم الحكومة جمان غنيمات أوضحت أن القانون الجديد يكرس الفصل العنصري ويتعارض بشكل صارخ مع القانون والأعراف والمواثيق الدولية وأضافت أن هذا القانون يبعدنا عن خيار السلام العادل والشامل في المنطقة وسيؤدي إلى مزيد من العنف والتطرف ويستهدف الوجود الحضاري والإنساني والتاريخي للشعب الفلسطيني في وطنه ودعت غنيمات المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته القانونية والسياسية والأخلاقية والتحرك العاجل للتصدي لهذا القانون وتبعاته وشددت على أن حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين حق ثابت وغير قابل للتصرف